احنا بكلمنا بلغة الارقام وانا بحب لغة الارقام في اي تحليل مالية دلالات بالضبط لغة الارقام بين مصر والسويد في تاريخ مواجهتهم عمتا تسعة احنا كسبنا في اتنين تعادلنا في واحد وهما كسبونا في ستة فطبعا الكفة الارجح للسويد بكل المعاني لما احنا بنتكلم النهاردة احنا عندنا الرغبة وعندنا الروح وعندنا الاسرار وعندنا الفكرة المختلف وعندنا اللعيبة اللي فعلا زي حاجة بتقول اخر يعني بطولة ليهم فهم عادين يعملوا حاجة وعندنا اسماء رحلت عظيمة جدا كنا نتمنى انها تبقى موجودة كانت حيفرق بشكل كبير وعندنا لعيبة صاعدة بتقدر انها تاخد فرصة وتثبت نفسها بشكل بير وعلى فكرة ده ينطبق على كل المنتخبات لانه برضو منتخب السويد عنده يعني التغييرات في المنتخب بتاعهم فالارقام ما تطمنش التاريخ ما تطمنش عدد المواجهات ما تطمنش بس ايه اللي ممكن يطمنني النهاردة اللي يطمنني النهاردة ان المواجهة المباشرة الاخيرة كانت لصالحنا فاحنا لازم نستغل ده ونبدأ ان احنا ما نبقاش نازلين انا عامل حسابي كويس جدا ان انا بقابل وصيف فط العالم على ملعبه وسط جمهوره لكن انا ما اتصرعش انا ما اغلطش انا ما بقاش مديله اكبر من حجمه ولا ان انا بقى بقول ان انا داخل الجيم اه لا ده ماتش بسيط وعادي لو انا اتأخرت اقدر اهرجع بشخصية المنتخب بعناصر المنتخب لا ايه مش هلقينه اكبر من حجمه بس هو قراردي حجمه انا لما انا قلتش حاجة انا واحد من الناس في بداية الكلام قلت منتخب من اقوى المنتخبات على مستوى العالم يعني هو تقريبا انت لو هتسألني انا عن توقعات مش عن تمنيات توقعات هاولك الدنمارك والسويد في الفاينال يعني بالرغم من الدنمارك رايح لها في السيمي فاينال مثلا هي خلاص ببنسبة كبيرة جدا هتقدر تعدي عقبة الماجر النهاردة هيبقى رايح لها اسبانيا في السيمي فاينال بالنسبة كبيرة السويد او مصر هيبقى رايح في النحة التانية فرنسا اللي هيفوز من الطرف بتاع مباراة مصر النهاردة هيكون هو كفته الارجح في ان هو يوصل للفاينال طب احنا لغاية دلوقتي عددنا مميزات المنتخب السويدي طب نقاط الضعف ايه في رأيك نقاط الضعف ان هم عندهم مشكلة في حتة الدفاع شوية عالدايرة مع ان هم مميزين جدا في الهجوم عالدايرة يعني هم عالدايرة في الهجوم كويسين جدا لكن برضو في الدفاع في صغرات اه في صغرات تقدر انك بس محتاج صنع لعب يقدر انه هو اولا تمشي الكورة بشكل كبير يعني ده كنا شفناه في مطش الدنمارك المطش اللي فات ان انت في وقت مكان الدنمارك تبقى منقوصة من اللعيبة انت القاع لعبك بيبقى الى حد ما بطيء لازم تمشي الكورة بشكل اسرع بشكل اسرع عشان تقدر تضرب الفراغ اللي موجود في حتة الدفاع لانك لو انت هو بيدافع لك بخمسة لعيبة وانت ستة موجود في الملعب فتقدر ان انت لازم بكورة تتحرك بشكل اسرع عشان تقدر تلاقي الفراغ المناسب تسقط منه كورة على الدائرة أو على الجناح فتخش تسجل منها بسهولة دي من ضمن المشاكل اللي بتوجه المنتخب السويد المنتخب السويد مسجلش من على 9 متر بنسبة كبيرة فلو اتدافع عليه بشكل كبير انت قفلت له الستة سفر اتعملت بشكل سليم وصحيح اعتقد ان انت هيبقى عندنا افضلية للحراس والخط الدفاع انه مقدروا اعطاله الهجمة بشكل مميز لكن هي مشكلة المنتخب السويدين هو سريع جدا في قاع لعبه في القاع لعبه في الفاستوريك زي ما قلت الحراس والخط الدفاع او انت الكورة بتتحرك بسرعة جدا فاقل عدد من اللمسات بيكون خلق الصغرة اللي يقدر يسجل منها ترجمة نانسي قنقر